بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير أخي الكريم لا تضيع وقتك إرضاء الناس غاية لا تدرك لا يعني هذا أبدا أن نتصرف مع الناس بالمناكفة والمشاكسة والمخالفة أو أن نتصرف مع الناس تصرفا سيئا بل نحن بحاجة إلى مكارم الأخلاق وبحاجة إلى حسن التصرف مع الناس من ذلك ادفع بالتي هي أحسن أيضا من ذلك سعة الصدر عندما نتعامل مع الناس نتعامل معهم بسعة الصدر والصبر والحلم مع العلم أيضا الرفق كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه الرفق أيها الإخوة ما دخل في شيء إلا أظهره بأجمل وأبهى صورة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أما أن يضيع الإنسان شيئا من دينه من أجل فلان أو أن يتنازل عن شيء من دينه حتى يرضى فلان أو أن يكتم شيئا من الحق حتى لا يغضب فلان فإن هذا من الضلال وهو فعل مشان يخالف شريعة الإسلام قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بصخة الناس كفاه الله الناس ومن أسخط الله وأرضى الناس وكله الله إلى الناس أما أن تنشغل يا عبد الله بأرضاء الناس على حساب دينك وعلى حساب الحق فإنك لن تصل إلا إلى هذا النوع من الناس إما زعلان أو حردان أو غضبان ولن تجني من هذا المنهج إلا الحسرة والندام لذا يا عبد الله اشتغل بما ينفعك في أمر دينك ودنياك وآخرتك إرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الله غاية لا تترك فلا تترك هذا المنهج هذا هو منهج أهل السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة أنا محدثكم زهير حسن عيسى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته البين راديو the voice of أهل السنة والجماعة